اشتركوا في القناة وهو الذي يوفق وهو الذي امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق الرفيع فقال وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على صفيه من خلقه سيد الأولين والآخرين من تربع على الأخلاق بأجمعها فكان خلقه القرآن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المؤمنون بالله عز وجل إن الأخلاق هي الأساس الرفيع والمتين الذي تقوم عليه الأمم وإن انفراط عقدها مؤذن بخراب الأمم وإن محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق والله جل وعلا شهد له بالخلق وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وإن الأخلاق في الإسلام منضبطة بانضباط الشرع فما حسنه الشارع فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح وإننا أيها المسلمون مطالبون لأخلاق الرفيعة النبيلة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم والتي أنزل بها القرآن وأمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي هو متواتر لنا عنه بالسند الصحيح إلى يومنا هذا فالله عز وجل قد أمر بالصدق والله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم وجعله محرما بيننا وقال لا أعلم عباد الله إن هذه المجتمعات المسلمة التي كان الغير يهتدي ويتأسى بها ربما دخل الناس أفواجا من الله في أنحاء كثيرة من هذه المعمورة لما رأوا من المسلمين من حسن الأخلاق وحسن التعامل وإن انفراط هذا العقد وجعله محرما بيننا وبين غيرنا من الأمم نحن لا نظلم الناس نحن لا نكذب على الناس نحن لا نقتل فهذا هو شعارنا وهذه هي أخلاقنا ألا وإنه اليوم قد انتشر في أمة الإسلام ما هو عكس ذلك فإن الظلم أصبح ظاهرة منتشرة في أنحاء المعمورة والناس عليها متفقون ولها قابلون وإن ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن ظلم الحكام وقهرهم بما لا يجوز أو على ما لا يجوز شرعا إن قهر هؤلاء وظلمهم لهذه الأمة وتفريطهم في حقوقها هو من أسوأ الأخلاق وإن انتشار الرذيلة بجميع أنواعها والفواحش الظاهرة والباطنة انتشارها بين الناس رذيلة وأخلاق سيئة ما كان للمسلمين أن يقبلوها في ديارهم ولا أن يقبلوها فيما بينهم أيها الإخوة المؤمنون كم مرة نسمع وكم مرة سمعنا عن تعاطي هذه الشعوب المسلمة وعن تعاطينا نحن لهذه الرذيلة الخسيسة وهذه القضية الخطيرة التي هي مؤذنة بخراب الأخلاق من بعدها بأجمعها ألا وإننا لا نفتأ في يوم من الأيام أن نسمع عن سيارة هناك مسكت وبها مخدرات نسمع عن طائرة نزلت هناك وبها مخدرات نسمع عن سفينة نزلت هناك أو أرست هناك وبها مخدرات نسأل عن هذه والإعلام والإعلام يطالعنا بذلك ومع ذلك لم نجد معلومة واضحة توضح لنا عن هذا ولم نجد رادعا يردع الناس عن هذا وإن هذه القضية أيها الإخوة الكرام قضية خطيرة هي متعلقة بعقول الناس مفسدة لعقولهم مفسدة لأموالهم مفسدة لأبدانهم وهي من أسوأ الأعمال التي يقوم بها الناس ويتعاطونها وما كان للمسلمين الذين حرم الله عليهم فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب يتلى إلى يوم القيامة حرم الله عليهم الخمر حرم الله عليهم الخمر الله سبحانه وتعالى حرمها في محكم كتابه لماذا؟ لأنها مسكرة لأنها مؤدية إلى غيرها من الأخلاق الخطيرة فالذي يضيب عقله معرض لأن يقتل الناس والذي يضيب عقله معرض لأن يظلم الناس والذي يضيب عقله معرض لأن يظلم الناس من هذه الأمور وإن من الأخلاق السيئة المتنجلة وسببها الرأسي أيها الإخوة الكرام هو بحث المسلمين اليوم عن من الطرق وبأي سبب من الأسباب الوسيلة عندهم اليوم الغاية عندهم تبرر الوسيلة يريد الثراء العاجل سواء نالة للمسلمين أو بغير طريقة شرعية إننا نحن أهل الإسلام في أخلاقنا حل الله وحرم علينا الربا حل الله لنا البيع وحرم ولذلك لو وجدنا مئات المليارات عن طريق الربا فإننا لا نقبل ذلك لأن سبحانه وتعالى وأراد لنا غيره فلذلك لا نتحرمها الله سبحانه وتعالى لأنها فيها حسب من غير حق شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقها لأن الله عز وجل من أن يأكل درهما من ربا إن التكسب بالمخدرات والتكسب بأكل أموال العمومية ذاعله ليعلم أنه قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأنه بذل الله وحال ذلك وقد يحول ذلك بينه وبين الله وجل فلا يستجاب له دعاء ولا يرفع ولا يرفع له إلى الله سبحانه ولا ترفع له إلى الله عز وجل عباده ومنه شيء حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الأشعث الأضبر الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام ووذي بالحرام وقد اكتسب من غير حق شرعي أيها الإخوة الكرام إن هذه القضية ينبضي لنا أن نعلم أنها قضية شميعا وينبضي للمجتمع المسلم أن يقف ضد وينبضي ظاهر خطيرة التي تظهر من هنا وهناك في المجتمع وأن نعلم أنها من الأخلاق السيئة التي تضب الله سبحانه وتعالى والله لا يرضاها لنا وإننا نحن المسلمين ينبضي أن نقف ضد هذا النوع من الأعمال القبيحة السيء مخدرات وإن بيع المخدرات وإن مرورها من بلادنا وإن مسك أصحابها وإطلاقهم غدا والتغاضي عما هم عليه هو أمر خطير جدا ولذلك ينبضي أن نفعل القضاء وأن نفعل المؤسسات الأخرى التي هي مكلفة بتطبيق القوانين الجنائية الموريتانية المستمدة من رفقه الشرعي المالكي ينبضي أن نعلم أن هذه القوانين التي دبجت وأحكمت وخصصت لها الدولة مؤسسات وخصصت لها مخصصات وجعلت كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ردع الظالم عن ظلمه من أجل إحقاق الحق من أجل رفع الظلم عن المظلوم ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وما لم نفعل ذلك فإنما معرض للهلاك والدمار حيث من حين لآخر تظهر فيه أخلاق خطيرة دنيئة القانون يعاقب عليها والشرع يعاقب عليها فالله الله عباد الله 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 في أن نترك هذه الأمور وأن نترك هذه الظواهر تسير في مجتمعنا وإن سبب ذلك كله هو بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك التمسك بكتابك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أما بعد أيها المؤمنون إننا شميعا مطالبون بإحقاق الحق وإبطال الباطل وأن نعلم أن من شيمنا وأخلاقنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا ينقص رسقا وإنكم ما لم تقوموا بهذه المهمة وهي أنكم جميعا كل منكم يعلم أنه مسؤول غدا بين يدي الله عن دين الله وعن تبلغ رسالة الله وعن الآخر على أيدي الظالمين وعن نصح المتعاطين للمعاصي والأخلاق السيئة إن نصح هؤلاء وإن الوقوف في وجوههم هو خصلة من الخصال الحميدة التي ينبغي لكل منا أن يتمسك بها أيها المؤمنون بالله عز وجل يا علماء هذه الأمة يا علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا دعاتنا يا مشايخنا يا أساتيتنا يا أيها المسلمون أجمعون إنكم ما لم تقفوا في وجه هذا الظلم وتقفوا في وجه هذه الأخلاق سيئة فإنها ستغل مستشرية في مجتمعاتكم وإنها فتاكة خطيرة ألا وإن أصحاب هذه المعاصي والسيئات هم الذين يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الذين يخرقون سفينة الحياة ألا وإن سفينة الحياة قائمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذ استقوا من الماء مروا على من فوقهم ثم قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أيها الإخوة المؤمنون إن تركنا لهذا الظلم الخطير إن تركنا لهذه المظالم وتركنا لهذه الأخلاق السيئة تتفشى في مجتمعنا الكذب حيث الناس يوم لا يتحرى أحدهم فيما يقول من حديث والكذب على الناس في المعاملات ذاك يعد ذاك بقضاء دينه فلا يقضي دينه وذاك يعد ذلك وأكل الأموال العمومية فلم يعد يوم أحد من الناس إلا من رحم ربك يستحي من أكل المال العام وأكل المال الخاص للناس وإن ذلك هو الخراب بعينه وإن الزن اليوم منتشر بين المجتمعات وبنوك الرباء ترفع شعاراتها وترفع عماراتها في كل مكان وإن المخدرات التي تتحدثتكم عنها وإن قتل النفس بغير حق شرعي والكلام في أراضي الناس وغير ذلك من الأخلاق السيئة المحرمة التي إذا لم يقف أولئي العلماء والدعاة إلى الله عز وجل في وجهها بنصح الناس وتعليمهم دين الله عز وجل وقولهم الحق لا يخافون في الله لوم تلائم أمام أي كان حاكما أو محكما فعليهم أن يبجنوا الحق وأن يعلموا أن الله عز وجل إنما جاء بهم لتبجن الحق وأن يعلموا أن نعمة الله عليهم فيما علمهم من العلم إذا لم يشكرها قد تزول عنهم ولا تؤدي الغرض وليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليه من بأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا نرفعناه بها ولكنه أخلد إلى رضي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يرزز أو تترك يرزز ألا وإن من أسوأ الأخلاق أن يسكت الناس عن الحق وأن يترك الباطل ينتشر ألا وإن الساكت عن الحق شيطان أخرس ألا وإن الساكتين على الباطل هم من معاون أهل الباطل فلا ينبضي لنا أن نكون من أعوان الظالمين رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهراً للمجرمين إن الذي يسكت عن إشرام المشرمين وإن الذي يسكت عن باطل المبطلين هو مساعد لهم في ذلك وليس على الأقل أنه لم يشعل نفسه في كفة آل الحق فيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فيا عباد الله إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها من بعده إلا أنتم وإنكم مسؤولون عنها غداً بين يدي الله فاتقوا الله في هذه الرسالة واتقوا الله في هذه المخالق فإنها غداً ستحاسبكم لماذا لم تبجنوا لها الحق وإنكم محاسبون لماذا لم تقفون ضد الباطل ألا وإن المخلوقات بأجمعها لو اجتمعت على أن تجلب إلينا خيراً لا تستطيع ذلك ولو اجتمعت على أن تجلب إلينا ضراً فإنها لا تستطيع ذلك لا يستطيعون نفعنا إن أرادوا ولم يرد الله ولا يستطيعون ضرنا إن أرادوا ولم يرد الله سبحانه وتعالى فالله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعيته فالإمام راعي ومسؤون عن رعيته والرجل راعي في بيته ومسون عن رعيته والراعي راعي في مال سيده وهو مسون عن رعيته ألا فكلكم راعي وكلكم مسون عن رعيته اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلِّت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم إنا نتلك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا صمد يا فرد يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أدر عليهم دائرة السوء اللهم أدر عليهم دائرة السوء اللهم أدر عليهم دائرة السوء وسلط عليهم أقرب الناس إليهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين اللهم من أراد كتابك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو الداعين إلى الحق بسوء فأشرره في نفسه فأشرره في نفسه فأشرره في نفسه ورد كيده في نحره واسمعنا في الساعة ما يسرنا ويسوءه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم كل إخواننا المظلومين في الشام اللهم كل إخواننا المظلومين في الشام وكل إخواننا في فلسطين وفي العراق وكل إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المسجوننا ظلماً وعدواناً اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين وآخرج من سجنهم أعزاء مكرمين ومكِّن لهم في أرضك وبين عبادك وعلك بالتواضيث والظالمين أينما كانوا وكيفما كانوا يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم نحن خلق من خلقك في بيت من بيوتك في ساعة من ساعتك في يوم من أيامك نسألك في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي هذه الساعة ألا تخرج أحداً منا من هذا المكان إلا وقد ظفرت ما بعلمك من ننوبه وستغت ما بعلمك من عيوبه وقضيت ما بعلمك من حوائجه وشفيت ما بعلمك من مرضه وحققت اللهم له رجاءه وسؤله وجعلته يا أرحم الراحمين من عتقائك من النار إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محرماً ولا عاقاً لوالديه ولا مطروداً من رحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علنا وعليهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علنا وعليهم اللهم اجزيم عنا خير ما يجزى والد عن ولده اللهم اجزيم عنا خير ما يجزى والد عن ولده اللهم اجزيم عنا خير ما يجزى والد عن ولده واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأسقنا وإياهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نضمأ بعدها أبدا وآخر دعوائي الحمد لله رب العالمين ويغذر الله لي ولكم الجمعة